إِنَّا لَرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ لَنَفَحَاتِ نعم نعم وهذا أيضا من الأمور اللي محتاجين أوضحها النفحات دي هل أعيش فيها بس وبعدها أنقلب يعني خلافا يعني لما كنت في هذه النفحات ولا أتعامل مع النفحات كأنها محطات خدمة لمواصلة الطريق وليس أطير الطريق وإحنا داخل على محطة الخدمة في محطة البنزيم بيعمل إيه؟ بيمون خمس دقائق عشر دقائق بعد يخرج سين في الطريق بعد كده فكذلك رمضان جزء من العام يوم الجمعة جزء من العام الأعياد جزء من العام الحج والعمرة جزء من العام ثم بعد ذلك تتعامل مع الطريق وقد تزودت وتزودوا في النخير الزاد تقوى فهذه المواسب وهذه النفحات هي محطات أتزود فيها وأقوى فيها عضلاتي أقوى فيها إيرطي أقوى فيها صورة بالله أقول يا رب ما تسبنيش وأنا في هذه اللحظات أتعلق حبل الله سبحانه وتعالى فلما تيجي الانتحانات تخلص النفحات فالواحد يعني مواسم التعاطي يعني الواحد يبقى عنده القدرة على أن يجابهها هيتجرح هيضعف تيجي نفحة أخرى إيه تلحقه وهكذا إن جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمر إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا تسنبت الكبير وفي الحديث تحتركون تحتركون نصال نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى فإذا صليتم الصبح أطفقتها أو غسلتها غسلت ثم تحتركون تحتركون فإذا صليتم الزهرة غسلتها ثم وهكذا فإن الصلاة نفحة بتتزود منها تخرج من المسجر وإنت مبتسم وإنت يعني قلبك مصول بالله سبحانه وتعالى وإنت متزود تجد بقى تغد بصرك تجد أنك أنت محتاج تتعامل بالحسن تجد محتاج أنك تتوفي بالموعيد ثم تجرح وتقع في الزنوب تأتي صلاة العصر تضبط حالك وتتزودك سأتي صلاة المغرب فأنت في سير ثم تنام وليس عليك نعم تنام وليس ثم قبل أن تنام أذكار النوم والتوبة وتنام على خير النيات وخير العزائم فيكون اليوم يعني متحصن بنقاط ثابتة تحفظ على الإنسان دينه ما تركش نفسه ترك الصلاة أو الذي يؤخرها بيتناول الجرعب بطريقة خاطئة ولا تناولها بانتظام فيضعف إيمانه ويتاء يسوء خلقه يحصلوا انتكاسا فيحصلوا انتكاسات يقول لك أنه أنت جبت لنفسك الدواء معاك بس أنت كالعيس سيدي يا رسول الله شعوبك في شرق البلاد يواربها كأصحاب كهف في عميك ثباتي بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات عشان ما بتناولوا شد دواء صح أو بتناولوا بجرعات غير كافية أو هكذا